اهلا بكم من جديد تصدرت مملكة البحرين دول الخليج العربي وحلت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي ضمن تقرير ايف دي اي تمويلة إسلامية سنوي والذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع شركة ريفينتيف وهي المزود لبيانات الأسواق المالية ويشكل هذا التصنيف المرتفع للبحرين شهادة إقليمية ودولية للدور الذي نتج عن تكاتف جهود مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وشركائهم من القطاعين العام والخاص في ضوء مفهوم فريق البحرين حيث يقع قطاع الخدمات المالية ومن ضمنه السيرفة والتمويل الإسلامي ضمن القطاعات التي يدعمها المجلس ويسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة لها لخلق الوظائف في السوق المحلية خلال استضافته في برنامج حديث اليوم قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن ازدهار تجارة الإلكترونية وارتفاع أسعار الإجارات ساهم في الركود التجاري وأشار إلى أن العديد من التجار وخصوصا صغار المؤسسات تعاني ضعف الإقبال حيث يقبل العديد على الشراء عبر الإنترنت وهي أرخص من المحلات الاعتيادية فضلا عن كون أسعار الإجارات مبالغا بها وتابع ناس بأن هناك تشبع في الأسواق ولا يوجد شيء جديد فهناك زيادة في العرض الموجود حيث يوجد في البحرين 16 مجمعا تجاريا فضلا عن المجمعات الجديدة الجاري بناؤها ولدينا آلاف المطاعم إضافة إلى ذلك يوجد تشابه كبير بالمعروض والمنافسة كبيرة والسوق صغير الاشترجارة الإلكترونية هذه ما تعتمد على مولات أو محلات تجارية بتكلف بالمئات الملايين يعني اللي بيبيعك هذه البضاعة يبيعك إياها من مخزن يعني من صحيح من الستور دا من الستور يعني ما عنده بيعين ولا عنده ديكور ولا عنده أجار عشرين مرة أزياد من قيمة المخزن اللي عنده يبيعك إياها على الأورة اللي عندك يعني تكاليفه أقل بكثير ونتابع الآن سعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على انخفاض تزامنا مع هبوط قطاع الخدمات بنسبة صفر فاصل ثلاثة عشر بالمئة وذلك بإقفال عند مستوى ألف وخمسمائة وعشرين نقطة وبسيولة وصلت إلى سبعمائة وعشرة ألاف دينار وحاز قطاع البنوك التجارية على صدارات التلولات اليومية ننتقل مشاهدينا إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية ونبدأها مع السوق المالية السعودي التي أقفلت بارتفاع بنسبة صفر فاصل ثمانية عشر بالمئة بإقفال عند مستوى ثمانية ألاف وثلاث عشرة نقطة بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة صفر فاصل خمس وسبعين بالمئة بإقفال عند مستوى ستة ألاف وثلاثمائة وثلاث وسبعين نقطة سوق أبوظبي للوراق المالية تراجعت بنسبة تقارب تسعة عشر النقطة المئوية بإقفال عند مستوى خمسة ألاف وستين وأربعين نقطة سوق دبي المالية أقفلت على تراجع طفيف بنسبة صفر فاصل صفر واحد بالمئة بإقفال عند مستوى ألفين وسبعمائة وخمس نقاط وأخيرا سوق مسقط للوراق المالية أقفلت على تراجع طفيف أيضا بنسبة صفر فاصل صفر ثلاثة بالمئة بإقفال عند مستوى ألفين وسبعمائة وخمس نقاط دخلت أرامكو السعودية أسبوعها الثاني في طرحها لأسهم الشركة للاكتتاب العام وأشرت الأرقام الأولية إلى أقبال المكتتبين بشكل ملحوظ وفي إحصائية صدرت يوم الخميس الماضي للشركات والأفراد بلغت نسبتها 76% من جمالي الأسهم المطروحة فيما ذكرت نشرة الإصدار أن الاكتتاب متاح لمواطني دول مجلس التعاون وبعض المقيمين من الدول الأخرى في السعودية كشفت نشرة الإصدار لطرح أرامكو عن فتح المجال للمواطنين الخليجيين للمشاركة في الاكتتاب ممن لديهم حساب بنكي أو فتح حساب بنكي لدى إحدى الجهات المصرفية السعودية المستلمة للاكتتاب في المملكة والموضحة في نشرة الإصدار عبر فروعها أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة السعودية الاكتتاب أرامكو صحيح أنه الآن هو 1.5% للأفراد يعادل مليار سهم المواطنين من دول الخليجي العربي لهم الحق في الاكتتاب أيضا المقيمين في المملكة العربية السعودية وعندهم حسابات مصرفية لهم كامل الحق في الاكتتاب في أرامكو من خلال الطرح الخاص بالأفراد إذا كانوا مؤسسات طبعا بالنسبة للمؤسسات هي عن طريق المؤسسات وعن طريق الشركات المعتمدة الكبتل المعتمدة في السوق السعودي وتواصل البنوك السعودية استقبال طرابات الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفطية في العالم بعشرة أسهم كحد أدنى وبحد أعلى مفتوح من مضاعفات العشرة وبلغ حجم طرحها الأساسي 1.5% من إجمالي أسهم الشركة في حين بلغ عدد المكتتبين الأفراد مع بداية الإسبوع الثاني من الطرح مليونين وستمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وستة وأربعين مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها ستمائة وثمانين مليوناً ومائتين وأربعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وأربعين سهماً بقيمة بلغت واحداً وعشرين ملياراً وسبعمائة وثمانية وستين مليوناً ومائة وخمسة وأربعين ألفاً ومائتين وثمانين ريالاً سعودياً شركة رامكو هي ليس فقط مهمة للاقتصاد السعودي والعربي لا هي شركة مهمة للاقتصاد العالمي ورأينا ذلك عندما للأسف حصل الهجوم الإجرامي والإرهابي على شركة رامكو وماذا حدث للاقتصاد العالمي ولكن من ميزات هذه الشركة لديها المرونة ولديها الخطط الاستراتيجية ولديها مؤشرات السلامة جداً عالية يعني رأينا سمو وزير الطاقة عندما تحدث عن إعادة تشغيل الشركة وعادت فعلاً إلى مستوى الإنتاج العالمي وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت قبيل بدء الاكتتاب عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتبة وشريحة المكتبين الأفراد حيث حدد النطاق السعري للطرح بين 30 إلى 32 ريالاً سعودياً ما يعادل 8 دولارات إلى 8 دولارات و53 سنة للسهم الواحد على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر في الخامس من ديسمبر المقبل أعلنت سامبا يوم الخميس حجم الاكتتاب والتقطة التي حصلت إلى الآن طبعاً لدينا شريحتين شريحة الأفراد وشريحة المؤسسات شريحة الأفراد الآن تقطيع حققتها بحوالي 46% وهذا شيء طبيعي في البداية لأن أغلب المستثمرين النشطين ما رح يكتبون إلا في نهاية الفترة بالنسبة للمؤسسات الآن التقطية تقريباً وصلت إلى 91% وهذا شيء طبيعي أن يكون فيه المؤسسات أعلى في الاكتتاب في المرحلة الأولى وتنوع الاكتتاب بين الهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي إضافة إلى المصرفية الإلكترونية والاكتتاب عبر الفروع البنكية أتاحت أرامك السعودية الاكتتاب في أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون أسوة بالمواطنين السعوديين ومن المقرر أن تنتهي فترة الاكتتاب للأفراد الخميس المقبل سامي الحمود للنشرة الاقتصادية تلفزيون البحرين الرياض قالت وكالة موديز إن النظرة المستقبلية تظل مستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من معدلات نمو مستقرة بالإضافة إلى قوة رؤوس الأموال وارتفاع مستويات السيولة لدى بنوك وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفائدة عالميا سيضغط على هوامش الربحية إلا أنها ستظل قوية نسبيا لدى البنوك الخليجية مقارنة بالمتوسط العالمي وأضافت الوكلة أن برامج الإنفاق الحكومية ستدعم نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.6% في عام 2020 وهو ما سيدعم بدوره القطاع المصرفي من جهة أخرى توقعت الوكلة ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بمعدل طفيف من 3.3% حاليا إلى 3.5% في عام 2020 مشيرة إلى أن القروض المتعثرة ستتركز في قطاعات الإنشاءات والعقارات أشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ميسو بيشي تستحوذ على شركة الطاقة الهولندية إنيكو للكهرباء في صفقة قيمتها 4.1 مليار يورو أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن روسيا تعتزم تدشين خط قوة سيبيريا لتوريد الغاز الروسي إلى الصين أو إلى الشهر المقبل وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينغ سيد شناني الخط عبر دوائر تلفزيونية مغلقة في يوم الثاني من ديسمبر المقبل ويعد مشروع قوة سيبيريا أكبر مشروع لروسيا والصين وقد توصلت الدولتان بعد صراع طويل على الأسعار إلى إبرام عقد توريد لمدة 30 عاما وذلك بقيمة 400 مليار دولار ومن المنتظر أن يتم توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنويا عبر هذا الخط قالت صحيفة جلوبل تايمز الصينية إن صين والولايات المتحدة قريبتان جدا من إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لتفند بذلك تقارير سلبية لوسائل إعلام وقالت جلوبل تايمز التي تدعمها الدولة عبر حسابها على تويتر إن بكين ما زالت أيضا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة الثانية أو حتى المرحلة الثالثة من اتفاق مع الولايات المتحدة كما وأعلنت الصين إنها ستشدد العقوبات على انتهاك الملكية الفكرية ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعر النفط المعادن الرئيسية قالت شركة الطاقة الهولندية إنيكو المملكة لأربعة وأربعين مدينة إنها وفقت على أن يشتريها تحالف تقده شركة ميتسوبيشي اليابانية في صفقة قيمتها أربعة فاصل واحد مليار يورو وبمجب شروط الاتفاق ستمتلك ميتسوبيشي ثمانين بالمئة من إنيكو وشركتها تشوبو بنسبة عشرين بالمئة وما زال يتعين أن يتم إقرار الإنفاق الذي يلقى دعم مجالس إنيكو العام المقبل من جانب المساهمين في بلديات المدن المالكة للشركة ترجمة نانسي قنقر